اشتركوا في القناة 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 يعني يبقى في توازن كده زي ما هو بيبعث لك ملائكة ورقيب وعتيدة عشان يكتبو لك يبعث لك شياطين عشان يغووك عشان تبقى انت ايه يعني فيه اكشن حاسك انا حسس انه كانه عايز يبرر يعني يبرر اللي بيعمله انا عايز يبرر انه هي لفة بنت كلب بينه بينك لفة غريبة شوية انه هو ربنا خلق بشر فالقاعدة عملين ياكلوا في الجنة ادم وحوة ومبسوطين اخر انبساط مفيش حاجة بتحصل اللي هو انا خلق الدنيا دي كلها عشان تقعدوا تتمتعوا في الجنة وعملين تاكلوا فواكه وحاجات حلوة مش هافئة بتاعه فيروح بقيت لهم الشيطان الشيطان يروح غويهم فيروحوا طلعين من الجنة طب خلص الفيلم طلقتهم اهو لق زريتهم لازم تدفع التامن فيروح بقعت الشياطين يروح بقيتهم وراهم الارض وروح بقعت رسل من هنا وشياطين من هنا عشان يبقى فيه يعني فير شانس يعني يبقى فيه فرصة يعني كويسة ان انت ممكن تبقى 50-50 50% كده او 50% كده فضيما يبقى ايه زي الملعب الكورة كده لما بيحط دفاع بيحط هجوم لا بس فكرة انه احنا نحط قرين متخصص مثلا حمد عبد الصمد دلوقتي بيعمل فيديوهات على يوتيوب يعرض عن ذكر الرحمن انا حطط له قرين بقى يعني ملازم ليه ليلة نهار الشيطان كده السيستم مساعد مساعد كده يروح يصور لي حاجة اه وبيعمل لك يعطيك افكار يزبط لنا الاضاءة اه يعطيك افكار كده او لقاية وتعليق بالزبط كده بالزبط كده لا المشكلة في واحدة تانية في النمل ان الذين لا يؤمنون بالاخرة زي حضرتك زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون يعني مين اللي يزين لك عملك يا حمد ربنا هو اللي بيقوم بدور الشيطان ممكن يكون برضو الشيطان ما شغول شوية يعني بيكون بيجيب حاجة ساعة على الكاميرات بتاعتنا بيكون جاهز الكاميرات فربنا هو اللي بيزين لنا اعمالنا عشان نصده عن سبيله فسبحانه وتعالى هو هو الكل في الكل ما لازم كل حاجة تمر عليه الأول فهو ساعات بيحب ان هو ايه يحط التاتش بتاعه يعني ايه فيش شيطان اه بس ربنا يحب ان يحب التاتش يعني لو خلينا نقول واحد شايف الزنا وحش يروح ربنا عامله اه يقول لك شوف البيت يانهر يسود ده انتح ده انتح احنا مش عايشين يا جدع وانت تروح كده اه طبعا لانه ده ربنا متخد لك يعني لما يزين لك ربنا احسن الشيطان طبعا احسن المزينين اه طبعا يعني الشيطان ممكن يجيب لك مثلا ايه موسيلة نص ونص بتاع كده عشان يغريك بيها اه ربنا يجيب لك مونيكا بوليتش اه فانت تروح كده وتعمل المصيبة زي المشي اثناء النوم اه ويقول لك خش جهنم اه ما انت يا ربنا انت اللي زينت انت اللي زينت وانت اللي استدرجت اه وانت اللي بعتلي شيطان تأذني ازة وانت اللي حطتلي قرين وانت اللي حطتلي على قلبي غلاف كمان عشان ما حسش باي قدرت الانشرح والاقفال التالي اللي قلنا عليها اه لو نشرح صدره والايمان او كان الانحراج الانشرح والانحراج الانشرح والانحراج اه فانت دغط على زر الانحراج كده وقلبي خلاص فإزاي الإنسان يستطيع أن يقاوم هذا الإله لحطط لك جيش يعني أولا بيقفل قلبك ثانيا بيبعط لك شيطين تؤزك يحط لك قرين ويقوم هو بتزيين الأعمال الشريرة لك مع الله هي زي لعبة اللوتري كده أنت بحظك إذا كان أبو بكر اللي هو يعني أول خلافاء الراشدين وحبيبي النبي بقى وصديقه في الغار واللي يعني وأبو عيشة يعني عمل معه كل حاجة حلوة تتعمل صح؟ هو بيقول لا من ومكر ربي ولو كانت إحدى قدمها إحنا بقى كبشر عاديين بقى خطاه يعني لسه على قدنا حنيعرف مكر ربنا إزاي فهي أخذها كده إيه زي الراشن روليت كده أو اللوتري إنت وحظك اسمع الطواري بيقول إيه بفسر النامل بقى بيقولك حببنا إليهم قبيح أعمالهم إنت عندك عمل قبيح ربنا بيحببه لك وسهلنا لا بس وسهلنا مور دراما يعني وسهلنا ذلك عليهم فهم يعمهون يعني فهم في ضلال أعمالهم القبيحة التي زيناها لهم يترددون حيارة يحسبون أنهم يحسنون يعني أنت تعمل برنامج دلوقتي تعتقد أنك تحسن مين اللي عمل لك الفيلم دا كل ولا أنا أزكى على الله أحدا طبعا بس مين اللي عمل الفيلم دا كل وغشك وخدعك ربنا ربنا زي أني أعمالي قال لي حمد أؤمن بالرسول وأؤمن بالإسلام والقرآن يبني عشان تهتري بس تعال هزيد لك حاجة حلوة كده هتعجبك أول يا رأيك تروح أعمل برنامج كده اسمه صندوق الإسلام والقاية وتعليق وتروح طاعم في الإسلام يبقى كده أنت إيه ها زي الفل هتبقى زي الفل وكده أنت بقى الناس بقى بس يعمل أنت مثل إبدأ أنت بس ملكش دعوة أنت حتبص تلاقي الكلام كده بس يقول رب يشرح لي صدري كده وأنت بتتكلم وحتلاقي الدنيا ماشي معاك زي الفل وبعدين لما تروح في الآخرة يقول لك أنت عملت كده ليه ما أنت اللي زي أنت إحنا عندنا مثلا في المغرب طلعتها كل كرموس ننزلش كون جال هالك هعدكم حاجة كده اشرحها الأول يعني طلعتها كل تين انزل مين قال لك آه اللي جابك هين آه ما هو اللي عمل لتنين ما هو زي بالزبط زي الحج أطاطة في فيلم أوكل الحج أطاطة اللي هي قعدة يا ماجدي إزاك يا حبيبي عمل يا ماجدي وبعدين بعد شوية تروح ناسي هتقول حرامي وتروح ضرباء ولازم يهرب منها حاجة أطاطة مين إيه ماجدي إنت قاعدة هنا وعوكل في التلفزيون ماذا فيه مع شديت شديت إيه إيه ده هو بعد يتير حيجي بعد البرنامج ده على قول أخو شو بوص الوال زي بأمر الزي عمل إيه ده ده مش هو لسه مجاش هو اللي نحس نوليل من المشاهدين أنا عايز أشجعهم يعني هو يعني يكفي أنا شايف إن ربنا مسل جدا ربنا مسل جدا ومش مخلينا عايزين حاجة يعني هو بيبعث لنا رسل وبعث لنا شياطين وبعث لنا الغواية وبعث لنا الهداية إحنا بس اللي ولاد كلب ومش عايزين ومن يعشو عن وضع إليك نعمله إيه نقول حسب يا الله ونعم الوكيل مش لازم نبقى مفترين نقيد له أي حاجة ده ما نقيدش إن شاء الله حسبه إن الله ونعم الوكيل في كل واحد بيتفرج على البتاع وإيه الله أكبر وإنتوا بتعملوا لي شغل كبير قوي ومش عارف يبتاع ولا حتى بيحط الحلقة على صفحته حسب يا الله ونعم الوكيل ما هو النبي دماغه طعبت من شوية ما هو من العلم اللي زي دي بقى ما تعرفش كده مش متعاونين يقول لهم أمنوا بربنا يقول لهم ربنا فين يقول لهم طب حلقوا جهنم خلاص والناس تتوه آه خلاص نسامحهم رمضان كريم الدنيا رمضان معلش نسامحكم بس حطوا لايك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة